الأهلي عمل صفقات مهمة جداً وصفقات نارية كريم فؤاد وحسام حسن كريم فؤاد طبعاً من النجوم وباكرايت وحسام حسن سموحة وميكسوني له مهاجم زامبيا أو جناح سيمبا التنزانيا وبيرستاو برايتو الإنجليزي ورجع عحمد عبدالقادر ورجع عمار حمدي ده نهائي رجع دول خلاص؟ يعني لغاية دلوقتي انتهت مع سنة سمعت كلامي أنه الموسم مش عايزهم يعني مش عايزهم السنة دي موسمين أنه هو عايزهم الموسم اللي جاي يعني يخليهم السنة دي في الأعرق يعني يخلي يعني تعامل سيبك من دول طيب لغاية من أعرق الصفقات الجديدة لأربع صفقات اللي تعمل طيب هنتكلم على واحد واحد كريم فؤاد بعد المستوى اللي ظهر به في المطش الأولاني والتاني في توكيو محمد داني يلعب عليه وأكرم طفيق يلعب عليه بس ممكن النادي الأهلي جايبه علشان وبرضه عشان أقول حرارك النادي الأهلي بيعمل إيه؟ بيبني أحيانا في صفقات مش لازم تلعب دلوقتي فممكن بيجيب لعيبة صغيرة في السن مش لازم تلعب دلوقتي بيجي يطلعها أعارة السنة الجاي أيو ما بيطلعها أعارة ياخدوا خبرات وبعد كده لو كويسين والموديل فني شايف أنهم كويسين بيستعين بيهم لا أنا اللي عرفه أنه أنت جيبت صفقة ما تطلعاش أعارة تلعب لا شرط طالما هو لعيب صغير في السن ولو صغير المهم أنه أنت جريت وراءه وجيبته أيوة ما نجيبه علشان يبقى بتاعي وفي النهاية يبقى أعيره ألعبه أشوف هو كويس لو عندي حد كويس بلعبه هو ما حدش يلعب على أكرم توفيف أنت بتعمل بتعمل صفقات ليه؟ يعني أنت بتجيب صفقات ليه؟ ما أنت لو هتجيب صفقات هات بقى ناشئ؟ طب هو لعيب صغير صغير ايه عنده كم سنة؟ ده معدي بقاله فتح عنده 22 سنة 23 سنة يعني مش كبير يعني مش صغير ومش كبير يعني لا 27 28 يعني يبقى يلعب وبعد ما يلعب كابتل رضا في حد يلعب على أكرم توفيق نحن نقول لك هو طب ما أنا قلت لك لسا بقولك هو؟ هو لا هيلعب على محمد هاني ولا هيلعب على أكرم توفيق يبقى أنت لأهلي جايبوه علشان ممكن يستعين بإيه؟ الفترة اللي جاء ممكن موسماني بيقعد يغير زي ما شفنا الموسم اللي فات بيغير في التشكيل